ايه اللي حصل? ايه اللي حصل? طب بص عشان نبقى متفقين. هم اتنين بس اللي هينامه متمكدين في العالم كله. اللي بيشجع برشلولا طبعا اللي فرقيته خسرت. واللي بيشجع مانشستر يونيتد عشان ليبر بول كسب. بس ده مش هو ده المهم. المهم ايه اللي حصل? في كامباك عظيم. في كامباك عظيم حصل في في انفلد. ده مش مش تهريد. ده مش اي مش اي كلام. ليفربول بيعمل معجزة قرويات جيدة. ليفربول بعد ما كان مهزوم تلاتة صفر في ماتش الزهاب ومتدمر نفسيا ويتصاب من عنده اكتر من نص الفرقة وراح يلاعب برشلونا بميسي بسواريز بنسخة فايقة من ميكيه بنسخة فايقة من لانجليه بنسخة عظيمة من اندريج ترشتجن ويخسر اربعة صفر. بعد ما خسر السنة اللي فاتت في القلم ديكو من مانولاس يخسر السنة دي باربعة صفر في الانفلد من اوريجي وبين الدول. الكلام فنيا كتير والكلام من كتر ما الواحد عنده كلام عاوز يقوله الاسلاك دخلت في بعضها بس اللي حصل ده عظم يا جماعة. انا واحد بشجع منشستر رينايتد والكلام طالع من جوايا ده تلقائية والله مش هسيب له حاجة بس اللي عملوه ده ده الشيء كبير اوه. الشيء كبير لازم لازم يتسقف لهم عليه وتقال لهم عليه بروب وشكرا. يورجين كلوب محطوط في خانة الياج كمزنوب. معندوش. يعني على قد لحفك ميد ريجليك حرفيا. يعني هو لو حب يفتي مش هيعرف يفتي. هو الفتية اللي فاتها الماتش اللي فات نبسيته كتير. هو كل اللي عمل والماتش اللي فات انه شال ارنولد من التشكيلة وحط مكانه جميز ضغط الفرقة ولبس ثلاثة جول. المرة دي قرر انه ما يعملش كده وقرر انه يبتدي بالسهل جدا. تشكيلة ليبر بولد يعني اليسون بيكر في حراسة المرمى قلبين دفاع مطيب وفان دايك على الشمال روبرتسن على الليل ارنولد تلاتة في نص الملعب. فابينو وميلنر وهندرسون وتلاتة في المقدمة شاكيري ومني ومهاجم وحيد. على الناحية التانية ارنستو بارفيردي ابتدى بالتيريش تيجن في حراسة المرمى قدامه بيكي والانجليا على الشمال جوردي قلبة على الهين سيرجيو روبرتو قدامه بوسكيتس وابيدار وراكيتش وتلاتة في خط الهجوم سواريز كوتينيواليو ليل ميسي. خلينا اتكلم معاكم في نقطة معينة مختلفة شوية يمكن ان انت بعض يشوفها عني غريبة لكن هلحق نفسي في اخيرها بس. انا دايما بقول ان المدرب اللي بيبقى ما عندوش لعيبة او عندو لعيبة كتير جدا بس بس مصابة ونازل وهو مضطر يلعب بتشكيلة معينة ده بيبقى خالي من الدموط. بالزبط زي اللي حصل مع يرجي كلوب دلوقتي. يرجي كلوب سلاحه الفتاك الهجومي هو السلاسي ماني وفرمينيو وصلاح فجأة يتير منه مانيه وفجأة يتير منه صلاح وفرمينيو. وبقى مضطر يلعب بقى اي اتنين على بدك. ويطار منه واحد من لعينة خط النص اللي كان معتمد عليهم في الفترة الاخيرة وبدأوا يجيبه كوان والدنيا بدأت تمشي معهم وهو نبيكي. فجأة كل العناصر دي رحت منه وبقى مضطر على تشكيلة معينة. هل تعتقد ان هو لو لعب بقى اي حد وخسر المطش ده انت نفسك كم شجع ليبر بول هتيجي تلوم عليه. ما اعتقدش انك هتقدر تلوم عليه بل بالعكس انت هتقول له شكرا ان كانت الخيرك ما عندكش اي امكانية انك تكسب ليبر بول. عشان كده هو نازل بتشكيلة مع لهوشو الضغوط اللي كانت عليه في المطش الاولاني. المطش الاولاني راح برشلونة بهبت انه ليبر بول. وعنده محمد صلاح رجل احسن ثالث لاعب في العالم. عنده انضايق احسن لاعب في الدول الانجليزي وتقريبا احسن مدفع في العالم. فالهبة والنخوة خادته ان انا قدل اكسر برشلونة في برشلونة وراح الامور مساعدتهش وخزر. النهاردة كان بيلعب قدام ليبر بول هو مع في وميتشال من عليه الضغوط ولعب باللي عنده وقته. بس شغله بقى. ده شغله. تالي بنتكلم عليه ونقول هالحق نفسي في الاخر انه اه نازل باحداشن لعيد امكانياتهم اقل كتير من الاساسيين لكن قدر يخلي كل واحد فيهم يلعب بمية وخمسين في المية من طاقته ومن تركيزه قدر يشحن اللعيبة وخليهم كلهم وقفين على ديها. الناحية التالية فالفرد دي عشان بس اللي معرفين الراجل ده كان بيفكر في دي تشكيلة واحد مش نازل يخسر. وبنفس الوقت ها مش نازل يدافع. فدي تشكيلة واحد نازل عاوز يليه بجول تقتل الجام. وفعلا كان هيعملها الشرط الاولاني تقريبا تلات مرات لولا ان كان مركز وسوق التوفيق كان لازم لعبة برشلونة. بس الامانة هو لو فيه شيء نازم يتقال فهو ان بالفرد ده قبل ما ينزل من الطيارة يكون كاتب استقالته وماضيها وبعايتها لكل الناس في برشلونة لانه لو نزل برشلونة هيتقتل. لاني مش قادر افهم يعني ايه راجل بحجم بالفرد دي بيدرر فرقة زي برشلونة. عارف ان انت لما بتكون رايح باسبقية باكتر من هدفين. يعني انت رايح وكسبان تلاتة صفر. فالفرقة اللي قدامك مطالبة انها تجيب فيك على الاقل تلات اجوان فالطبيعي. السيناريو الناموزابي تلاقي فرقة عاوزة تكسب اكتر من تلاتة صفر انها تجيب جون في اول ربع ساعة. صحة ولا مصحة? لازم يجي فيك جون في اول ربع ساعة. على عكس مسلا لو انت كسبانك لين صفر. فالفريق اللي قدامك بيكفي انه يجيب جون واحد في الشرط الاولي. لكن انت لما تبقى فرقة كسبانك تلاتة صفر. فالسيناريو انه مزني. ان يجي فيك جون في اول ربع ساعة. فانت لازم تقفل في اول ربع ساعة. اهم دللي قدامك في اول ربع ساعة. نيم الجمهور زم تعصب ده. لكن مفيش. ما عملش كده. لبس جون في اول ربع ساعة فعلا. بعد سبع داقة بالزبط. بعد اربع داقة كان هاتيتش جون اتعبت بالعرض وشالها جوردي قلبا قبل هندرسون بالزبط لكن بعد سبع داقة نفسه جوردي قلبا يغلب غلطة شميعة بهجمة مرتدة تتردو هب اوليجي جيب جون اولي بعد ساعة داقة والملعب يولع. وشد الاولاني يخلص واحد سفر بافضلية نفسية لليفربول اللي حاس ان دا برشلونة سهل. دا مش برشلونة. ميسي مختفي. مش مختفي الاختفاء اللي احنا عارفينه لكن لما نيجي يقول دا ميسي يا جماعة. يبقى دا مختفي. لكن تعال انا بص معايا على لعبة ليفربول في السكند بول كانوا بيعملوا ايه? في الكرات المشتركة كانوا بيعملوا ايه? حرب كل كرة لأ انا هموت عليها. الكرة دي بتاعتي حتى لو نسبة ان انا اخده الكرة دي تلاتين في المية او خمسة وتلاتين في المية. تبص تشوف هندرسون تشوف ميلنر اللي سيبنهم كبير. باور قوة تلعبه بروح. دا شغل يورن كلوم. على الناحية التانية تلاقي الوحيد اللي كان مميز وما نفزمتش بالنسبة لبرشلونة في الشرط الاولاني هو اللعيب اللي كان بيلعب بنفس الاسلوب البدن القوي دا وهو كان ارتورو بدا. وعشان كده بسبب المجهود البدني والقوة دي كانت لعبة برشلونة في نص الملعب كلهم تحسهم اطفال. كلهم غلابة جنب ميلنر وفابينو وهندرسون. كلهم كلهم تحس ان هم اطفال. كل الكرات المشتركة بقوة بانفة. حتى الوحيدة اللي حب السيرجي بوسكتس اللي عمل فيها بطل وقتل عشترك فيها كان لفابينو بالقوع وخد فيها الانزار. مش طريقته ومش لعبهم. ليبربول ويورجين كلوب قدروا ان هما يخلوا بارشلونة يلعب بطريقة ليبربول والانفلد والملعب الدايق والجنبور. يورجين كلوب ادار الشرط الاولاني بعبقرية. نخش الشرط التاني بكرسة جديدة ساعتها كانت كرسة لكن ربا ضررت النفعة. الموضوع ما كناش نعرف انه هيقابل الجمال ده. اصابة الباكليفت احسن لا احسن باكليفت في العالم اخر سنتين روبرتسون لعب ليبربول. واضطر ان يورجين كلوب يرجع مينر الجوكر بتاعه اللي بلعب في كل حتة في الملعب انه يخليه باك شمال وينزل فينال دوم فينال دوم في دقيقتين جولي. حاجة غريبة عجيبة اكتر من اللي كان بيتمناها يورجين كلوب. انا لما كان كان السيناريو بالنسباني ان انا في اول عشر دقايق. اجيب جول وتبقى النتيجة محتاج لهدف في الشوت التاني كله. لكن اني اجيب جولين في عشر دقايق من التغييره اللي انا لسه منزلها. حاجة يعني اكتر من الممتاز. ما توقعش ان ولا حب ان انا يبقى السيناريو بتاعي افضل من جدا. نفسيا لعيمة لبربول وقف على رجليها. اه ارنو ده على اليمين عامل شارع. شاكيري عامل شارع. مانيه كان حر. اوريجي كان حاسس بنفسه واقف وسط الانجلي وبكيه. اللي رغم انه هما الاتنين السنات الموسم بتاحهم. الاتنين كواسين جدا. لكن اوريجي ظهر لليورجين كلوب من السمك. متعرفش جاله من ين. راجل متقلق الحقيقة. ونيجي بقى للجول الرابع الكارسف. يعني حاجة بضيحة بصراحة. يعني حتى سواريز بعد المطشنا بيقول الهدف الرابع اللي دخل فينا هدف طفولي هو الطفولي انكم تبقوا واقفين الوقفة الزفتة. ان يبقى ارنولد على الركنية ويعمل نفسه رايح يمشي عشان يجيب حد غيره ويلعبها. فكل العيدة برشلونة تضاير بوشها وكله يبدأ يوجه وكله يعمل ريس. المرة ريس الماركب اللي فيها ريسين بتغرق ما بالك فيها تسعة ريق سوار فيهن في التمنتاشر. فهوب يرجع ارنولد بسرعة ويحطها من مرة واحدة لأوريجي اللي واقف في وسط تمن مدافعين لبرشلونة. ويعمل الكامباك العظيم. ويحط الجون الرابع. الجون الصدمة لكل العالم. الجون الصدم لكل اللي كان بيتفرج لكل اللي كان بالمالعة. ده مش اشاكل. ليبربول على الكامباك عظيم. وخرج برشلونة من دول الابطال. بفضيحة واقل ما يقال عليها انها فضيحة. لكن لازم من واحد يقول للي يورجين كلوب انت انت مدرب كبير. مدرب كبير حقيقي يعني. باقل الامكانيات قدر ان يعمل في خلال سنتين فرقة خوة في كل اوروبا. وينافس على الدورة الانجليزي. وحظ الوحش ان احناك فيه وحشة اسمه جورديولا بس لكن اه برافو يورجين كلوب برافو ليبربول. مبروك لليبربول وكل الناس اللي بتشجع ليبربول. مبروك ما كانش موجود النهاردة عشان يبان عظمة يورجين كلوب. انه باي حد يقدر يعمل كل حاجة. لكن فارد يوردي يعني جماهير برشلونة مش عارف ولكن الناس بتكلم مبرح بعد المواطش هتموت. يعني الناس اللي بتشجع برشلونة هيموتوا. كرسة ومصيبة صودة اللي حصل ده. انا انا مش مسدقة. راجل ما بنشجعش الفرقتين. لكن صاحبان علي بصراحة جمهور برشلونة الناس كان بتعايد في المدرج والله. هاول مصر البارح كلها كانت اللي بججعه برشلونة ماشيين مكمدين عينيها ومراسهم في الارض. مبروك لجمهور برشلونة. مبروك لجمهور برشلونة. مبروك لجمهور ليبربول. وارض باك لجمهور برشلونة. ليوميس للمرة التانية على التوالي يخرب في الفضيحة. مرة من منولاس. ومرة من اوريجي. كان معكم محمد عطيتو برنامج كابتان ونورتوني وشرفتوني كل سنوات طيبين رمضان كريم. وشافكم ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير. ما تنسوش تعملوا سابسكرايب. هتلاقوا الاشتراك في الدايرة دي. ولو في فيديوهات قديمة عايزة تخش وتفرج عليها تبقوا تفرج عليها من القناة بتاعتي. وده فيديو مقترح ممكن تبصوا وتفرجوا عليه مع بعدي. كل سنوات طيبين ورمضان كريم ومبروك لجمهور بور. سلام.